إنها المرة الأولى التي يدخل فيها المقاتلون الأكراد إلى محافظة الرقة فبعد استعادة السيطرة على مدينة كوباني وضعت القوات الكردية نصب عينيها هدف استعادة المناطق الكردية المتبقية في محافظة حلب وتحديدا في عفرين وفي محافظة الحسكة وأهمها القامشلي وعامودة وفي محافظة الرقة وتحديدا مدينة تل الأبيض ومحيطها قبل نحو عام هجر تنظيم الدولة آلاف الأكراد من هذه المدن وأول غيث استعادتها جاء منذ أسابيع فبعد اشتباكات عنيفة مدعومة بقصف طائرات التحالف الدولي ضد داعش تمكنت وحدات حماية الشعب الكردي من طرد التنظيم من كوباني أولى المدن الكردية التي يسيطر عليها ومعها يبدو أن قافلة المواجهات بين الأكراد وداعش انطلقت ومحطتها التالية محافظة الرقة معقل التنظيم في سوريا لاستعادة المناطق الكردية في الرقة أهمية استراتيجية وتحديدا مدينة تل أبيض نظرا لكونها معبرا حدوديا مهما يمكن من خلاله قطع الطريق أمام المسلحين القادمين من تركيا اليوم سيطرت القوات الكردية مدعومة بفصائل من المعارضة السورية المسلحة على تل استراتيجي في الرقة جنوب مدينة كوباني كما حسمت المعارك في أكثر من 160 قرية أخرى بمحيط المدينة وبذلك أثبت الأكراد أنهم الأنجح بريا في الحرب ضد داعش فحصلوا على دعم محلي وأقليمي ودولي بالسلاح والتدريب وعلى إسناد جوي من طائرات التحالف الدولي ومع انتصار وحدات حماية الشعب الكردي في سوريا وقوات البشماركا في العراق على تنظيم الدولة يكون الأكراد قد فرضوا نفسهم طرفا أساسيا في أي حل سياسي مقبل